عدن تستيقظ على نداء جديد هذه المرة نداء من أجل معرفة الحقيقة حقيقة الأحداث الدامية أواخر ليالي يناير الفائت التي حولت ساعات ثغر اليمن الباسم إلى ثغر لا علاقة له بالابتسامة بل له علاقة بأوجاع الذين فقدوا ذويهم فيما يعتبر البعض انقلابا فاشل دعوات التحقيق هذه المرة وجهها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للسعودية التي تتزعم التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لأجل استعادة الشرعية واصفا ما حدث أنه انهيار شامل للدولة منعته الحكومة ودافعت عن أمن اليمن وأمن الخليج تبقى مسألة نزاهة التحقيقات ذما تمت وخصوصا نزاهة الجهة التي ستقوم بالتحقيق في ظل وضوح إشراف التحالف العربي على مشروع إسقاط وتقويض مؤسسات الدولة وبدون مال وأسلحة التحالف لم يكن الحزام الأمني للمجلس الانتقالي سيجرؤ على أي تمرد مسلح لم يقتصر الأمر على مسألة طلب التحقيق بل تضمن خطاب بن دغر أمام الاجتماع الأسبوعي للحكومة دعوة للمصالحة قائلا سنسعى لمصالحة في عدن والمحافظات المجاورة لها في إشارة يراها مراقبون إشارة للجذور الاجتماعية ومحفزات الصراع في عدن ذات البعد الجهوي بحسب المتابعين فإن معارك الثلاث أيام الأخيرة التي اندلعت بين قوات الحماية الرئاسية ومليشي المجلس الانتقالي المدعومة والممولة من الإمارات خلفت عشرات القتلى والجرحى دون ما متغيرات سياسية وهو ما يؤكد عبثية المعركة التي وصفت بالانقلاب دعوة الحكومة اليمنية تضمنت إشارات سياسية فبالإضافة لخطاب التحقيق والمصالحة حمل خطاب الحكومة دعوة للمجلس الانتقالي للتحول للعمل السياسي وهي الدعوة التي أعادت للأذهان الدعوات المتكررة لمليشي الحوثي للتحول للعمل السياسي لكن دون جدوى بعد هذا المنعطف هل يتحقق السلام في عدن الجريحة ويستعاد نشاطها كعاصمة جامعة لليمنيين وما هو موقف سلطات الأمر الواقع ممثلة بالحزام الأمني من أبناء المناطق الشمالية بعد هذه الأحداث المرحلة القادمة وحدها كفلة بالإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها اشتركوا في القناة